اتحاد الكورة اتحاد الكورة رفض قيد القائمة الاولى للزمالك اللي بتضم اللاعبين الممتدة عقدهم في الموسم من الموسم الماضي اتحاد الكورة تمسك انه ياخد 15 مليون جنيه قيمة مستحقاته من الجدولة اللي كانت تمت مع الزمالك مؤخرا وشايف او اتحاد الكورة يعني شايف انه ده او دي المرة التانية اللي بيرفض فيها نادي الزمالك تزديد 15 مليون جنيه اثناء قيد اللاعبين وبالتالي هو رفض القائمة الاولية لنادي الزمالك ماشي الله يكون فعون جماهير الزمالك الله يكون فعون جماهير الزمالك